بسم الله الرحمن الرحيم الرابع في من يجوز صيده الباب الأول في حكم الصيد ومحله فأما حكم الصيد فالجمهور على أنه مباح لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دنتم حرما ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا واتفق العلماء على أن الأمر بالصيد في هذه الآيات بعد النهي يدل على الإباحة كما اتفق على ذلك في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله أعني أن المقصود به الإباحة لوقوع الأمر به بعد النهي وإن كان اختلف هل الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة أو لا يقتضيه وإنما يقتضي على أصله الوجوب وكره مالك الصيد الذي يقصد به الثرف وللمتأخرين من أصحابه فيه تفصيل محصول قولهم فيه أن منه ما هو في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم حرام وفي حق بعضهم مندوب وفي حق بعضهم مكروه وهذا النظر في الشرع تغلغل في القياس وبعد عن الأصول المنطوق بها في الشرع فليس يليق بكتابنا هذا إذ كان قصدنا فيه إنما هو ذكر المنطوق به من الشرع أو ما كان قريبا من المنطوق به وأما محل الصيد فإنهم أجمع على أن محله من الحيوان البحري وهو السمك وأصنافه ومن الحيوان البري الحلال الأكل الغير مستأنس واختلفوا فيما استوحش من الحيوان المستأنس فلم يقدر على أخذه ولا ذبحه أو نحره فقال مالك لا يؤكل إلا أن ينحر من ذلك ما ذكاته النحر ويذبح ما ذكاته الذبح أو يفعل به أحدهما إن كان مما يجوز فيه الأمران جميعا وقال أبو حنيفات والشافعي إذا لم يقدر على ذكاة البعير الشارد فإنه يقتل كالصيد وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للخبر وذلك أن الأصل في هذا الباب هو أن الحيوان الإنثية لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر وأن الوحشية يؤكل بالعقر وأما الخبر المعارض لهذه الأصول فحديث رافع بن خديج وفيه قال فند منها بعير وكان في القوم خيل يثير فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله تعالى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا والقول بهذا الحديث أولى لصحته لأنه لا ينبغي أن يكون هذا مستثنا من ذلك الأصل مع أن لقائل أن يقول إنه جار مجرى الأصل في هذا الباب وذلك أن العلة في كون العقل ذكاة في بعض الحيوان ليس شيئا أكثر من عدم القدرة عليه لا لأنه وحش فقط فإذا وجد هذا المعنى من الإنثي جاز أن تكون ذكاته ذكاة الوحش فيتفق القياس والسماع الباب الثاني فيما يكون به الصيد والأصل في هذا الباب آيتان وحديثان الآية الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم والثانية قوله تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الآية وأما الحديثان فأحدهم حديث عدي بن حاتم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وسأله عن المعراض فقال إذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيض وهذا الحديث هو أصل في أكثر ما في هذا الكتاب والحديث الثاني حديث أبي ثعلبة الخشني وفيه من قوله عليه الصلاة والسلام ما أصبت بقوسك فسم الله ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم وأدركت ذكاته فكل وهذان الحديثان اتفق أهل الصحيح على إخراجهما والآلات التي يصاد بها منها ما اتفق عليها بالجملة ومنها ما اختلف فيها وفي صفاتها وهي ثلاث حيوان جارح ومحدد ومثقل فأما المحدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف والسهاب للنص عليها في الكتاب والسنة وكذلك بما جرى مجراها مما يعقر ما عدا الأشياء التي اختلفوا في عملها في ذكات الحيوان الإنسي وهي السن والظفر والعظم وقد تقدم اختلافون في ذلك فلا معنى لعادته وأما المثقل فاختلفوا في الصيد به مثل الصيد بالمعراض والحجر فمن العلماء من لم يجز من ذلك إلا ما أدركت ذكاته ومنهم من أجازه على الإطلاق ومنهم من فرق بينما قتله المعراض أو الحجر بثقله أو بحده إذا خرق جسد الصيد فأجازه إذا خرق ولم يجزه إذا لم يخرق وبهذا القول قال مشاهير فقهاء الأمصار الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم وهو راجع إلى أنه لا ذكات إلا بمحدد وسبب اختلافهم معارضة الأصول في هذا الباب بعضها بعضا ومعارضة الأثر لها وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيذ محرم بالكتاب والإجماع ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد فمن رأى أن ما قتل المعراض وقيض منعه على الإطلاق ومن رأاه عقرا مختصا بالصيد وأن الوقيذ غير معتبر فيه أجازه على الإطلاق ومن فرق بينما خرق من ذلك أو لم يخرق فمصيرا إلى حديث عدي بن حاتم المتقدم وهو الصواب وأما الحيوان الجارح فالاتفاق والاختلاف فيه منه متعلق بالنوع والشرط ومنه ما يتعلق بالشرط فأما النوع الذي اتفق عليه فهو الكلاب ما عدا الكلب الأسود فإنه كرهه قوم منهم الحسن البصري وإبراهيم النخاعي وقتاده وقال أحمد ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بهيما وبه قال إسحاق وأما الجمهور فعلى إجازة صيده إذا كان معلم وسبب اختلافهم معارضة القياس للعموم وذلك أن عموم قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين يقتضي تسوية جميع الكلاب في ذلك وأمره عليه الصلاة والسلام بقتل الكلب الأسود البهيم يقتضي في ذلك القياس ألا يجوز استوياده على رأي من رأى أن الناهية يدل على فساد المنهي عنه وأما الذي اختلفوا فيه من أنواع الجوارح فيما عدا الكلب ومن جوارح الطيور وحيواناتها الساعية فمنهم من أجاذ جميعها إذا علمت كث النوري كما قال ابن شعبان وهو مذهب مالك وأصحابه وبه قال فقهاء الأمصار وهو مروي عن ابن عباس أعني أن ما قبل تعليم من جميع الجوارح فهو آلة لذكاة الصيد وقال قوم لا استياد بجارح معد الكلب لا باز ولا سقر ولا غير ذلك إلا ما أدركت ذكاته وهو قول مجاهد واستثنى بعضهم من الطيور الجارحة البازية فقط فقال يجوز صيده وحده وسبب اختلافهم في هذا الباب شيئان أحدهما قياس سائر الجوارح على الكلاب وذلك أنه قد يظن أن النص إنما ورد في الكلاب أعني قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين إلا أن يتأول أن لفظة مكلبين مشتقة من كلب الجارحة لا من لفظ الكلب ويدل على هذا عموم اسم الجوارح الذي في الآية فعلى هذا يكون سبب الاختلاف الاشتراك الذي في لفظات مكلبين والسبب الثاني هل من شرط الإمساك الإمساك على صاحبه أم لا وإن كان من شرطه فهل يوجد في غير الكلب أو لا يوجده فمن قال لا يقاس سائر الجوارح على الكلاب وأن لفظات مكلبين هي مشتقة من اسم الكلب لا من اسم غير الكلب أو أنه لا يوجد الإمساك إلا في الكلب أعني على صاحبه وأن ذلك شرط قال لا يصاد بجارح سوى الكلب ومن قاس على الكلب سائر الجوارح ولم يشترط في الإمساك الإمساك على صاحبه قال يجوز صيد سائر الجوارح إذا قبلت التعليم وأما من استثنى من ذلك الباذية فقط فمصيرا إلى ما روي عن عدي بن حاتم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الباذي فقال لا أمسك عليك فكل خرجه الترمذي فهذه هي أسباب اتفاقهم واختلافهم في أنواع الجوارح وأما الشروط المشترطة في الجوارح فإن منها ما اتفقوا عليه وهو التعليم بالجملة لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلتك البك المعلم واختلفوا في صفة التعليم وشروطه فقال قوم التعليم ثلاثة أصناف أحدها أن تدع الجارح فيجيب والثاني أن تشليه فينشلي والثالث أن تزجره فيزدجر ولا خلاف بينهم في اشتراط هذه الثلاثة في الكلب وإنما اختلفوا في اشتراط الانزجار في سائر الجوارح واختلفوا أيضا في هل من شرطه ألا يأكل الجارح فمنهم من اشترطه على الإطلاق ومنهم من اشترطه في الكلب فقط وقول مالك إن هذه الشروط الثلاثة شرط في الكلاب وغيرها وقال ابن حبيب من أصحابه ليس يشترط الانزجار فيما ليس يقبل ذلك من الجوارح مثل البوزات والسقور وهو مذهب مالك أعني أنه ليس من شرط الجارح لا كلب ولا غيره ألا يأكله واشترطه بعضهم في الكلب ولم يشترطه فيما عداه من جوارح الطيور ومنهم من اشترطه كما قلنا في الكل والجمهور على جواز أكل صيد الباذ والصقر وإن أكله لأن تضريته إنما تكون بالأكل فالخلاف في هذا الباب راجع إلى موضعين أحدهما هل من شرط التعليم أن ينذجر إذا زجر والثاني هل من شرطه أن لا يأكله وسبب الخلاف في اشتراط الأكل أو عدمه شيئان أحدهما اختلاف الآثار في ذلك والثاني هل إذا أكل فهو ممسك أم لا فأما الآثار فمنها حديث عدي بن حادس من المتقدم وفيه فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه والحديث المعارض لهذا حديث أبي ثعلبة الخشاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله فكل قلت وإن أكل منه يا رسول الله قال وإن أكل فمن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث عدي بن حاتم على الندب وهذا على الجواز قال ليس من شرطه أن لا يأكله ومن رجح حديث عدي بن حاتم إذ هو حديث متفق عليه وحديث أبي ثعلبة مختلف فيه ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم وقال من شرط الإمساك أن لا يأكل بدليل الحديث المذكور قال إن أكل الصيد لم يؤكل وبه قال شفعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري وهو قول ابن عباس ورخص في أكل ما أكل الكلب كما قلنا مالك وسعيد بن مالك وابن عمر وسليمان وقالت المالكية المتأخرة إنه ليس الأكل بدليل على أنه لم يمسك لسيده ولا الإمساك لسيده بشرط في الذكاء لأن نية الكلب غير معلومات وقد يمسك لسيده ثم يبدو له فيمسك لنفسه وهذا الذي قالوه خلاف النص في الحديث وخلاف ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم وللإمساك على سيد الكلب طريق تعرف به وهي العادة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وأما اختلافهم في الازدجار فليس له سبب إلا اختلافهم في قياس سائر الجوارح في ذلك على الكلب لأن الكلب الذي لا يزدجر لا يسمى معلما باتفاق فأما سائر الجوارح إذا لم تنذجر هل تسمى معلمة أم لا ففيه التردد وهو سبب الخلاف الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها واتفقوا على أن الذكاة المختصة بالصيد هي العقل واختلفوا في شروطه اختلافا كثيرا وإذا اعتبرت أصولها التي هي أسباب الاختلاف ثوى الشروط المشترطات في الآلات وفي الصائر وجدتها ثمانية شروط إثنان يشتركان في الذكاتين أعني ذكاة المصير وغير المصير وهي نية وتسمية وستة تختص بهذه الذكاة أحدها أنها إذا لم تكن الآلات أو الجارح الذي أصاب الصيد قد أنفذ مقاتله فإنه يجب أن يذكى بذكاة الحيوان الإنسي إذا قدر عليه قبل أن يموت مما أصابه من الجارح أو من الضرب وأما إذا كان قد أنفذ مقاتله فليس يجب ذلك وإن كان قد يستحب والثاني أن يكون الفعل الذي أصيب به الصيد مبدأه من الصائد لا من غيره أعني لا من الآلات كالحال في الحبالة ولا من الجارح كالحال فيما يصيب الكلب الذي ينشال من ذاته والثالث أن لا يشاركه في العقر من ليس عقره ذكاه والرابع أن لا يشك في عين الصيد الذي أصابه وذلك عند غيبته عن عينه والخامس أن لا يكون الصيد مقدورا عليه في وقت الإرسال عليه والثالث أن لا يكون موته من رعب من الجارح أو بصدنات منه فهذه هي أصول الشروط التي من قبل اشتراطها أو لا اشتراطها عرض الخلاف بين الفقهاء وربما اتفقوا على وجوب بعض هذه الشروط ويختلفون في وجودها في نازلة النازلة كاتفاق المالكيات على أن من شرط الفعل أن يكون مبدأه من الصائد واختلافهم إذا أفلت الجارح من يده أو خرج بنفسه ثم أغراه هل يجوز ذلك الصيد أم لا لتردد هذه الحال بين أن يوجد لها هذا الشرط أو لا يوجد كاتفاق أبي حنيفات ومالك على أن من شرطه إذا أدرك غير منفوذ المقاتل أن يذكى إذا قدر عليه قبل أن يموت واختلافهم بين أن يخلصه حيا فيموت في يده قبل أن يتمكن من ذكاته فإن أبا حنيفات منع هذا وأجازه مالك ورأاه مثل الأول أعني إذا لم يقدر على تخلصه من الجارح حتى مات لتردد هذه الحال بين أن يقال أدركه غير منفوذ المقاتل وفي غير يد الجارح فأشبه المفرط أو لم يشبهه فلم يقع منه تفريط وإذا كانت هذه الشروط هي أصول الشروط المشترطات في الصيد مع سائر الشروط المذكورات في الآلات والصائر نفسه على ما سيأتي يجب أن يذكر منها ما اتفقوا منه عليه وما اختلفوا فيه وأسباب الخلاف في ذلك وما يتفرع عنها من مشهور مسائلهم فنقول أما التسمية والنيات فقد تقدم الخلاف فيهما وسببه في كتاب الذبائح ومن قبل الشراط النيات في الذكاة لم يجز عند من اشترطها إذا أرسل الجارح على الصيد وأخذ آخر ذكاة ذلك الصيد الذي لم يرسل عليه وبه قال مالك وقال شفعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور ذلك جائز ويؤكل ومن قبل هذا أيضا اختلف أصحاب مالك في الإرسال على صيد غير مرئي كالذي يرسل على ما في غيضة أو من وراء أكمة ولا يدري هل هناك شيء أم لا لأن القصد في هذا يشوبه شيء من الجهل وأما شرط الأول الخاص بذكاة الصيد من الشروط الستات التي ذكرناها وهو أن عقر الجارح له إذا لم ينفذ مقاتله إنما يكون ذكاة لم يدركه المرسل حيا فباشتراطه قال جمهور الرلماء لما جاء في حديث عدي بن حاتيم في بعض رواياته أنه قال عليه الصلاة والسلام وإن أدركته حيا فاذبحه وكان النقعي يقول إذا أدركته حيا ولم يكن معك حديد فأرسل عليه الكلب حتى يقتله وبه قال الحسن البصري مصيرا لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم من قبل هذا الشرط قال مالك لا يتوانى المرسل في طلب الصيد فإن توانى فأدركه ميتا فإن كان منفوذ المقاتل بسهم حل أكله وإلا لم يحل من أجل أنه لو لم يتوان لكان يمكن أن يدركه حيا غير منفوذ المقاتل وأما شرط الثاني وهو أن يكون الفعل مبدأه من القانص ويكون متصلا حتى يصيب الصيد فمن قبل اختلافهم فيه اختلفوا فيما تصيبه الحبالات والشبكات إذا أنفذت المقاتل بمحدد فيها فمنع ذلك مالك والشافعي والجمهور ورخص فيه الحسن البصي ومن هذا الأصل لم يجد مالك الصيد الذي أرسل عليه الجارح فتشاغل بشيء آخر ثم عاد إليه من قبل نفسه وأما الشرط الثالث وهو أن لا يشاركه في العقر من ليس عقره ذكاة له فهو شرط مجمع عليه فيما أذكر لأنه لا يدري من قتله وأما الشرط الرابع وهو أن لا يشك في عين الصيد ولا في قتل جارحه له فمن قبل ذلك اختلفوا في أكل الصيد إذا غاب مصرعه فقال مالك المرات لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به ثهمك ما لم يبت فإذا بات فإني أكرهه وبالكراهية قال الثوري وقال عبد الوهاب إذا بات الصيد من الجارح لم يؤكل وفي السهم خلاف وقال ابن الماجشون يؤكل فيهما جميعا إذا وجد منفوذ المقاتل وقال مالك في المدونة لا يؤكل فيهما جميعا إذا بات وإن وجد منفوذ المقاتل وقال الشافعي القياس ألا تأكله إذا غاب عنك مصرعه وقال أبو حنيفة إذا توارى الصيد والكلب في طلبه فوجده المرسل مقتولا جاز أكله ما لم يترك الكلب الطلب فإن تركه كرهن أكله وسبب اختلافهم شيئان اثنان الشك العارض في عين الصيد أو في ذكاته والسبب الثاني اختلاف الآثار في هذا الباب فروا مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود عن أبي ثعلبة عن نبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فقال كل ما لم ينتن وروا مسلم عن أبي ثعلبة أيضا عن نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت ثهمك فغاب عنك مصرعه فكل ما لم يبت وفي حديث عدي بن حاتم أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا وجدت ثهمك فيه ولم تجد فيه أثر سابوع وعلمت أن ثهمك قاتله فكل ومن هذا الباب اختلافهم في الصيد يصاد بالسهم أو يصيبه الجارح فيسقط في ماء أو يترد من مكان عال فقال مالك لا يؤكال لأنه لا يدري من أي الأمرين مات إلا أن يكون السهم قد أنفذ مقاتله ولا يشك أن منه مات وبه قال الجمهور وقال أبو حنيثة لا يؤكال إن واقع في ماء منفوذ المقاتل ويؤكال إن ترد وقال عطاء لا يؤكال أصلا إذا أصيبت المقاتل وواقع في ماء أو ترد من موضع عال لإمكان أن يكون ذهوق نفسه من قبل الترد أو من الماء قبل ذهوقها من قبل إنفاذ المقاتل وأما موته من صدم الجارح له فإن ابن القاسم منعه قياسا على المثقل وأجازه أشهب لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم ولم يختلف المذهب أن ما مات من خوف الجارح أنه غير مذكا وأما كونه في حين الإرسال غير مقدور عليه فإنه شرط فيما علمت متفق عليه وذلك يوجد إذا كان الصيد مقدورا على أخذه بالياد دون خوف أو غرر إما من قبل أنه قد ناشب في شيء أو تعلق بشيء أو رماه أحد فكثر جناحه أو ساقه وفي هذا الباب فروع كثيرة من قبل تردد بعض الأحوال بين أن يوصف فيها الصيد بأنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه مثل أن تضطره الكلاب فيقع في حفرته فقيل في المذهب يؤكل وقيل لا يؤكل واختلفوا في صفة العقر إذا ضرب الصيد فأبين منه عضو فقال قوم يؤكلوا الصيد دون ما بان منهم وقال قوم يؤكلان جميعا وفرق قوم بين أن يكون ذلك العضو مقتلا أو غير مقتل فقالوا إن كان مقتلا أوكل جميعا وإن كان غير مقتل أوكل الصيد ولم يؤكل العضو وهو معنى قول مالك وإلى هذا يرجع خلافهم في أن يكون القطع بنصفين أو يكون أحدوهما أكبر من الثاني وسبب اختلافهم معرضة قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمات وهي حية فهو ميتة لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم ولعموم قوله تعالى تنالوه أيديكم ورمحكم فمن غلب حكم الصيد وهو العقر مطلقا قال يؤكل الصيد والعضو المقطوع من الصيد وحمل الحديث على الإنسي ومن حمله على الوحشي والإنسي معا واستثنى من ذلك العموم بالحديث العضو المقطوع فقال يؤكل الصيد دون العضو البائني ومن اعتبر في ذلك الحياة المستقرة أعني في قوله وهي حية فارق بين أن يكون العضو مقتلا أو غير مقتلا الباب الرابع في شروط القانصي وشروط القانصي هي شروط الذابح نفسه وقد تقدم ذلك في كتاب الذبائح المتفق عليها والمختلف فيها ويخص الاصطياد في البر شرط ذائد وهو ألا يكون محرما ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فإن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال أم هو ميتة لا يحل لأحد أصلا اختلف فيه الفقهاء فذاب مالك إلى أنه ميتة وذاب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير المحرم أكله وسبب اختلافهم هو الأصل المشهور وهو هل النهي يعود بفساد المنهي أم لا وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب واختلف من هذا الباب في كلب المجوسي المعلم فقال مالك لاستياد به جائز فإن المعتبر الصائد للآلة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم وكرهه جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والثوري لأن الخطاب في قوله تعالى وما علمتم من الجوارح المكلبين متوجه نحو المؤمنين وهذا كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب والله الموفق للصواب وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تم هذا المقطع من قراءة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام بن رشدين الحفيد قرآه عليكم مصطفى بن حسن بن قناو الأزهري جزاكم الله خيرا على حسن استماع وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال ترجمة نانسي قنقر